على الرغم من الوعود الحكومية الكبيرة لكل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ العام 2003 بلجم الفساد الحكومي والارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد العراقي ويعال الترميم وصيانة البنى التحتية المتهالكة إلا أن أي من هذه الوعود الكبيرة لم تجد طريقها إلى أرض الواقع آخر تقرير لمجلة فاينانس جلوبال أمريكية كشف أن ارتفاع نسب التضخم وأسعار السلع والخدمات المبالغ فيها في العراق وضع البلد في ذيل قائمة الدول الغنية وأن العراقيين ينفقون جل دخلهم على السلع والخدمات الأساسية كالغذاء والسكن والطاقة والمواصلات العامة وعلى الرغم من المدخولات المالية الهائلة من تصدير النفط إلا أن كل ذلك لم يسهم في تحسين مستوى معيشة المجتمع أو إصلاحي أو بناء شبكات الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها إذ تتحول المدن العراقية إلى بحيرات ومستنقعات مع الزخات الأولى للأمطار في الشتاء في مؤشر واضح على فشل حكومي مزمن في منع تكرار مثل هذه الفيضانات رغم التعهد الحكوم المتكرم ويؤكد الاقتصاديون أن العراق لن يشهد أي طفرة إيجابية في الارتقاء بالمستوى المعاشي للمجتمع أو بناء منظومة خدمات عامة لأن معظم بدخولاته المالية من تصدير النفط وغيرها تتلاشى في أروقة ودهاليز الفساد الحكومي الذي ما زال العراق يحتل منصاته الأولى منذ عدة سنوات بحسب منظمة الشفافية الدولية حيث كانت آخر عملية للاستحواذ على المال العام هي التي سميت بسرقة القرن حيث استولى فيها أحد واجهات الميليشيات على مليارين ونصف المليار دولار من أموال الضرائب العامة وفي آخر اعتراف لرئيس الحكومة محمد السوداني قال إن الإرادة السياسية لم تتوفر بعد لمكافعة الفساد الحكومي ويقول المراقبون أن هذه الإرادة لن تتوفر لأن كل الطبق السياسي منغمسة بالفساد الحكومي وبالتالي فإن الفساد متجذر ويتمدد ويتوسى ولا أحد يجرى على إيقاف عجلته المتدحرجة